أسئلة هامة وكبيرة تفرض نفسها حول ما يجب على الشرعية القيام به بعد الانتصار الذي حققه الجيش في محافظة شبوة والبدء بعملية تقليم أظافر الانتقالي المدعوم من الإمارات تحتوي محافظة شبوة على عدد من الموانئ الهامة والاستراتيجية أبرزها ميناء بالحاف الذي يتم تصدير الغاز المسال منه وميناء علي أحد أهم موانئ تصدير النفط وبالسيطرة على شبوة سيكون بمقدور الشرعية استئناف تصدير الغاز والنفط منها كشفت معارك شبوة هشاشة القوات التابعة للانتقالي وعدم قدرتها على خوض مواجهات مع قوات الجيش بدون غطاء من الطيران الإماراتي وخط إمداد مفتوح منها مسارعة رئيس الحكومة لزيارة محافظة شبوة عقب إخماد التمرد من شأنه إرسال رسائل إيجابية للسلطة المحلية وللقوات العسكرية وقبل ذلك للإمارات ومن تمولهم في المحافظات الجنوبية غير أن تلك الزيارة بحسب مراقبين يجب أن تكون تتشينا لمرحلة جديدة من التحضير لإنهاء التمرد في عدن واستمرار النبرة المرتفعة شعبيا ورسميا في وجه محاولات تفتيت اليمن استمرار الاندفاعة الحكومية كان وما زال محكوما بالرغبة السعودية وسقف التحركات في مواجهة الإحراج الذي يسببه الحليف الإماراتي لها على الميدان وعزفه المنفرد على إيقاع الانفصال والقضاء على شرعية الرئيس هادي وحكومته لن تتوقف الأعمال الإماراتية عن محاولة تنفيذ أجندتها وإن وصلت مع الشرعية إلى مرحلة قطعة فلن تنجح معها كافة جهود السعودية في لجم جماحها وربما بات على الشرعية جديا أن تبرز ما تبقى في حوزتها من مخالب إن كانت حريصة على البقاء في المشهد قبل أن يتم طي صفحتها من قبل التحالف والمجتمع الدولي الذي يرغب في التعامل مع القوى الموجودة على الأرض وليس تلك التي تعجز عن حماية نفسها وإنقاذ مشروعيتها